براحب بحضراتكم مرة تانية ومن المواضيع اللي شغلانا قوي في مصر الحقيقة فكرة محمد صلاح متكمل مع ليفر بول ولا لا محمد صلاح رايح ريال مدريد ولا لا طب هو ليه مش مبسوط في ليفر بول الكلام كتير قوي في الموضوع ده الفترة اللي فاتت كان طبعا الناس بتتدولوا بتتكلم عنه انه خلاص محمد صلاح متدايق بعد وهو نفسه وصرح لجريدة أس المدريدية الإسبانية المدريدية انه هو متدايق من ساعة ما يورجين كلوب ادى الشارة لأرنولد وما كانتش ليه وقال انه هو حس بإحباط كبير جدا بعد موقف زي ده يمكن بعدها يورجين كلوب طلع ورد على الكلام ده وقال انه محمد صلاح مبسوط جدا في ليفر بول مفيش اي مشاكل مفيش اي حاجة تخلي اي لاعب يمشي من ليفر بول لان احنا نادي كبير وان احنا بندفع فلوس كويسة جدا زي الاندية التانية وانه طبعا عندنا جمهور كبير وقعدة جمهورية كبيرة جدا في العالم كله يعني اوحش حاجة بس في ليفر بول هي ممكن تكون التقس او الحالة الجوية وانه الميديا او الاعلام هو اللي عايز يعمل المشاكل دي وطلع ان فيه مشاكل وان محمد صلاح متضايق ولكن تصريحاته كانت طبعية طبعا الناس شايف انه تصريحات ما كانتش طبعية ابدا وانه خصوصا لما جيت سئل على برشلونة وريال مدريد كان رده انه هو يعني منفتح لاي حاجة ولكن يعني دي حاجة في ايد النادي وفي الوقت المناسب الكلام ده كله وتوقيت ظهور محمد صلاح مع جريدة قص المدريدية وليه بقول مدريدية لانه يعني ناس بدأت تتكهن انه خلاص لا ده محمد صلاح قرر انه هو هيروح ريال مدريد بعد انتهاء الموسم بتاعه مع ليفر بول وكمان انه محمد صلاح خلاص ما بقاش مبسوط وخصوصا بعد خروج تقارير صحفية اسبانية بتأكد انه ريال مدريد بدأ في مفاوضات وبدأ يتكلم على انه هو عايز محمد صلاح كل دي حاجات مش مؤكدة ولكن احنا بنحاول نشوف اخر الاخبار دايما ويعني خلينا نروح كده برضو عبر سكايب من ليفر بول صحفي هناك طبعا اسمه رادو شمايل بموقع بوليش ريدز الانجليزي عايزين نعرف اخر الاخبار ونعرف الناس اخر الاخبار طبعا في موضوع محمد صلاح برحب بك على شاشة قناة الاهلي اكيد طبعا كل سنة وانت طيب وبمناسبة طبعا الاعياد والسنة الجديدة عايزة اسألك بقى في البداية عن كل الانباء اللي بتتردد حول رحيل محمد صلاح عن ليفر بول وانه هو مش مبسوط في ليفر بول وانه فيه توطر في العلاقة بينه وبين يورجين كلوب ما مدى صحة الانباء دي ما اعتقد هو ان الحقيقة فيما يتعلق بهذه الاخبار هو ليس تمتعل بالحقيقة باي صلة من خبرتي ومن موقفي الشخصي لاني كذلك من خلال ابحاث يمكنني القول ان يورجين هو سعيد بوجود صلاح وان محمد صلاح كذلك اعتقد ان هو سعيد في ليفر بول هو بالطبع لاعب محترف وبالتالي يوده ان يقدم افضل ما لديه وهو قدم الكثير من الاجوال للفريق وكان دائما فعال وهو طبعا صورة من البروفيشنال الخاصة جدا وانا بالتالي لن اتبع مثل هذه الاخبار لانني حتى الان اعرف كلوب منذ سنين طويلة منذ ان وصل الى ليفر بول ويمكنني ان اثق في رأيه وكلماته وماذا يقوله ايضا يعني ما يقاله على يعني خلال اللقاءات الصحفية يعني يمكنني القول ان السبب الوحيد الذي قد تجعل من صلاح غير سعيد في ليفر بول هو كما قال بسبب الطقس هناك وهي بالطبع نقطة لاني في الاخر لن اثق في اي من هذه الاخبار او الاصوات لانها لاني اعرف ان او سعيد في ليفر بول طيب يعني فيه برضو كلام بتقال ان دارة نادي ليفر بول بتحاول ان هي تقنع صلاح بالسمرار لمواسم اضافية او اكتر مع الفريق عبر الضغط بورقة زيادة المرتب الاسبوعي نعم ان هذا الامر اسمحوا لي لا يمكنني ان اؤكد حقيقته من عدمها لان ادارة ليفر بول في هذه الحالة تود في العموم ان تجعل هذه التفاوضات سرية ولكن اسمحوا لي ان اقول ان هناك عقد مع اللعب وبالتالي هناك قناة شرعية لمثل هذه المفاوضات ولن يمكنني باذا القول ان هناك ضغوط على الفريق او ضغوط من الادارة على محمد صلاح للبقاء في النادي من خلال اضافة راتبه ولكنه بالتالي من خلال عقده وهو مضطر باللعب للفريق وهو ذو قيمة ولكن كل هذه التساؤلات التي تضرح حول الامور المالية اسمحوا نقول لي هي ليس ذات قيمة حتى الان وما اعتقده شخصيا هو ان محمد صلاح سعيد في ليفر بول وانه سيبقى به فترة طويلة ان شاء الله طيب يعني وفقا لمصادرك هل في اي عروض رسمية او تواصل من جانب اندية اوروبية كبرى ابرزها ريال مادريد او برشلونا او سان جرما مع ادارة ليفر بول او وكيل محمد صلاح للتعاقد معه خلال المرحلة اللي جاية وخصوصا ريال مادريد لانه في الحال كتير من التقرير الاسبانية اللي اكدت انه في مفاوضات بدأت من جانب نادي ريال مادريد نعم طبعا طبعا كل هذه الاخبار تصلني ولكن كلها اخبار صحافة نحن كلنا صحفيون وبالتالي حضرتك وانا والصحفيون الاسبان عليهم ان يكتبوا شيئا حتى يبيعوا هذا ما يقوم به الاسبانيون ولكن هنهم يريدون خلق قصة وهذا امر مختلف لان من موجهة نظري ومن مصادري لم اسمعوا باي اخبار في هذا الاتجاه نحو ان صلاح سوف يكون بالتعاقد مع ريال مادريد او بارثلونة او بي اس جي ونحن بالطبع ندخل في مرحلة الانتقال الشتوي نفذة الانتقالات الشتوية على العموم لا اعتقد ان سوف يكون هناك اي اتصالات وان كانت هناك اتصالات اسمحي لي انا لن اثقوا بها حتى الان لان ليفر بول اعتقد انه وصف فيرفضها جميعا انت من وجه نظرك شفت ازاي الازمة الاخيرة اللي حصلت او الاحباط اللي قال عليه محمد صلاح بعد طبعا ما كانش لي نصيب ان هو يلبس شارة القيادة في مباراة الاخيرة من دوري الابطال ان تكون كابتن للفريق كبير مثل الفريق ليفر بول هو بالطبع يرغب فيه الجميع هذا كبداية ولكن كما ذكرت لسياداتك محمد صلاح هو لاعب طموح ولديه الحافظ والدفع ولكن ان نمنحه شارة الكابتن وهو بالطبع امر مهم جدا لنادي ليفر بول ويمكن ان نسمع يعني ان نحلل ماضي الفريق ونرى منهم كانوا كباتنه زي فيل تومسون فبالتالي يعني ما يدوره الان حول هذه النقطة اسمحوا ان نقول ليه هو امر مهم جدا للعبين المحليين يعني سوف يتنافس عليه الجميع ولكن ايضا في الصابق كان لدينا كباتن اجانب ولكن يعني كانت تواجه الرافض من اللاعبين بعض الشيء واسمحوا لي ان اقول ان يعني الحصول على اللقب الكابتن في الفريق هو يعني اشبه بحلم للكل ولكن يورجون كلاب حارب كثيرا ان يكون يعني ان يكون الحفاظ على كابتن الفريق الحالي لان يورجون كلاب وان كان يسك في الصلاح ثقة كاملة ويصد كذلك في طموعه وفي قدراته ويعلم ايضا ان محمد صلاح سوف يعمل كل ما في استطاعته لحمل فريقه على الكسب وبالتالي محمد صلاح ليس محتاج لأي تحفيز اخر ان اصبح في يوم كابتن الفريق بالطبع الشيء ان يضاف له ولكن علينا اولا ان نسأل محمد صلاح اذا كان يود ان يكون كابتن الفريق ام لا ازاي شايف فرص محمد صلاح في المنافسة على التتويج بلقب هدف الدوري الانجليزي وافضل لاعب في البريمير ليج الموسم ده محمد صلاح يود طبعا ان يحصل على هذه الالقاب مجددا يعني ان يضيف هذه الكؤوس الى كؤوسه ولكن ان تكون الهدف الاول للبريمير ليج هو طبعا افضل اعتراف على مستوى العالم ومحمد صلاح هو بالفعل افضل لاعب او واحد من افضل اللاعبين على مستوى العالم ككل ولكن بالنسبة له ان يكون الهداف الاول هو بالطبع مجاح كبير وانا ارى واعلم انه سوف يقدم افضل ما لديه لتحقيق افضل اكبر عدد من الهداف حتى يحصلوا ثانيا على هذا اللقب ونحن نتذكر ان صلاح لم يحصل له السيزن الماضي وان كان حصل على افضل لاعب في المواسم السابقة لكنه لم يحصلوا عليه وان يعود ويحصل ان يعود بهذا اللقب مجددا الى منزله بالتالي هو شيء جميلا له وكذلك تحقيق نجاح كبير للفريق كله مع خروج التقارير الكتير من الصحافة وقت الازمة بين صلاح ويورجين كلوب او ازمة شارت القيادة ازاي الناس في الليفر بول استقبلت خبر احتمالية انتقال محمد صلاح لنادي تاني ودوري تاني تماماً يعني موكن كمان كان يكون الدوري الإسباني ازاي الناس فيليور بول اعتقد يعني انا في حب كبير من جماهير الليفر بول لمحمد صلاح وانهم يشوفوا الفريق من غيره والفترة اللي ج hyvin كان بالنسبة له يبقى ازمة كبيرة او مشكلة كبيرة زي ناس كانت بتستقبل التقارير زي وهي بتباعها على الإنترنت ما أعتقده هو أنه كان لديهم نفس نقطة التقارب التي لدي الآن أنا تكلمت مع العديد من مشجعي ليفر بول وأتحدث معهم على مستوى اليومي وكل هذه الإشعاعات التي تدور هي طبعا اهتمامنا الأول ونقوم بتفنيدها يوميا وديسكاوس يرى مثلا أن هذه الأخبار هي يعني ليست زو قيمة كما سبق وقول وأن الأخبار الأسبانية قامت باختلاق مثل هذه القصة حتى تقوم بالبايع نعم ولكن اسمحوا لي المحققين والصحفيين والرياضيين المقامين في لوفر بول يعلمون أن هذه ليست بحقك بشكرك جدا رادو شمايل الصحفي بجريدة فالش رادز كنت معنا على شاشة قناة الأهلي طبعا كل الأخبار دي فعلا هي الاهتمام الأول في لوفر بول أخبار محمد صلاح وعندنا طبعا اهتمام كبير في مصر بيها ولكن حسب كلام الصحفي الإنجليزي أنه ما فيش أي حاجة أو أي مشكلة وأن صلاح متكمل في لوفر بول وزي ما دايما بقول متكمل في لوفر بول رايح ريال مدريد رايح أي نادي إحنا كمصريين طبعا بنتمنى كل التوفيق لمحمد صلاح وأنه هو يتقلق في أي نادي هيكون متواجد في الفترة اللي جاية طبعا لسه حلقتنا مكملة في برنامج السادسة بس بعد الفاصل كابتن أحمد عيدل مع زميلي أحمد ثمير اشتركوا في القناة